تتواصل الاشواط مشاهدين متابعين الكرام شوطن تلو الاخر في صباح هذا اليوم اعلنت انطلاق شوطنا الثامن والشوط الخاص بالحجائج الجعدان في مسافة ورحلة ثلاثة كيلو مترات انطلاق السليمة ورائعة كما يتمنىها الجميع مع هذه الاعداد الهائلة في هذا الشوط مع الشعرات المتميزة في هذا العالم الساحر انطلاق السليمة ورائعة كما يتمنىها الجميع نبحر بالصدارة ننطلق بالمقدمة مشاهدين متابعين الكرام مع الاندفاع التلقية الحاضر دائما مع الامتار الاولى شاهين من قاد المجموعة لسهيل بن محمد بذويب العامري من انطلق بمقدمة هذا الشوط منذ البداية يلي مع المركز الثاني مع المركز الثاني ارى التحديات ايضا من شاهين احمد بن سالب بن محمد بذويب العامري ومع المركز الثالث القدوم من الشمالي لعلي بخلفاب السلطان الشامسي ولكن من الجانب الاخر من الجانب الاخر ارى التحديات ايضا بالشعار علي ارفيس من ينطلق مع المركز الرابع خامس التحديات القدوم من مايهاب لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي ومع المركز السادس من الجانب الاخر من الجانب الاخر ارى عرامرم احمود بن هدوب بن سعيد العمري ينطلق مع عرامرم مع المركز السادس سابع التحديات هملو المبارك بن حمد بلقرين العامرين انطلق مع المركز الثامن والشعار الربيعي يتدخل في هذه اللحظات علي بن سالم الربيعي المنصوري مع المركز السابع ثامن التحديات المركز الثامن نتابع التحديات ايضا القادمة من مرحب بالشعار سعيد بن غدير بن ذياب المالكي يتقدم في هذه اللحظات ومعاند سعيد بن غدير بن حمد العويشي ومن المركز العاشر من الجانب الاخر من الجانب الاخر شاهين لحمد بن سالم بن حمد ألم خيب بمن أعلن انطلاقة شاهين مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ولكن لنعودة مع الصدارة مع البداية والمقدمة وأرهني شاهين اللي يرشوط ما شاء الله تبارك الله سهير بن محمد بالذويب العامري من يتابع انطلاقة شاهين اللي انطلق بالصدارة بعد المسافة بعد المسافة ما شاء الله تبارك الله لوحة الاعلان 1200 ما تبقى عن خط النهاية والصدارة مع شاهين اللي ينطلق بناموسي هذا الشوط يليم مع المركز الثاني الشمالي لعليب الخلفان بالسلطان الشامسي من ينطلق مع المركز الثاني المركز الثالث رهني مرحب لسعيد بن غديل بن ذياب المالكي والقدوم مع المركز الرابع بشعار المخيبي شاهين حمد بن سالم بن حمد المخيبي من يتابع انطلاقة شاهين خامس التحديات العودة مع نيار لناصر بن سعيد بن عامر العمري هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة ولكن لنعود لنعود مع صدارة واللحظات الأخيرة العد التنازلي لمجريات هذا الشوط شاهين يغرج خارج السرب وحيدا منفردا من ناموسي هذا الشوط وهالي العين هم الأقرب للسلامات مع التحديات المثيرة ما شاء الله تبارك الله القدوم في اللحظات في اللحظات الأخيرة شعار المخيبي أيضا قادم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله والتحديات من الشماري لعلي بخلفان بن سلطان الشامسي اللحظات الأخيرة التحديات القادمة ما شاء الله تبارك الله الكوكبة ثلاثية الصراع ثلاثي على مقدمة هذا الشوط شاهين ولكن أرد تسلل أرد تسلل من شاهين بالشعار المخيبي ما شاء الله تبارك الله حمد بن سالم بن حمد المخيبي يفاجئ يفاجئ الجميع في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية ينتزع ناموسي هذا الشوط والمحاولات من الشمالي الشمالي وشاهين شاهين والشمالي الشمالي الشمالي في اللحظات الأخيرة تهانينا لعلي بخلفان بن سلطان الشامسي على فوز الشمالي بالمركز الأول مركز الثاني شاهين حمد بن سالم بن مخيبي المركز الثالث ياتي شاهم لسهيل بن دغاش بن محمد العامري المركز الرابع المركز الرابع ياتي شاهين لسهيل بن محمد بذوي بن عامري والمركز الخامس نشوان لسالب او المركز الخامس كفول محمد بن مسلم بالطير العامري هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس الاسامية المنطلقة بناموسي هذا الشوت ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع الشمالي مع الشمالي اللي انطلق ايضا بناموسي هذا الشوت تهانينة لعلي بخلفان بالسلطان الشامسي على فوز الشمالي اربع دقائي اربع وثلاثين ثانية وجزئين من الثانية تهانينة المركز علي بخلفان بالسلطان الشامسي بينما اللي وصل مع المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه شاهين ياتي بتوقيت زمني مقدار اربع دقائي 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهنين لحمد بن صالم بن حمد أنا مخبي بينما اللي وصل مع المركز الثالث يأتي أيضا شايم بالشعار السيل بن دغاش بن محمد بن عمكة العامري يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 35 ثانية وثمان أجزاء من الثانية تهنين للجميع والناموس